بسم الله والصلاة والسلام على أشرفي المرسدين كنحيي جميع المتابعين والمشتركين على قناة سفيرة سطبخ المغربي وبنسبة الوصفة اليوم كنقضرح لكم تشيز كيك الأوريو وصفة كيشقها الكبير والصغير غنحضرها مع بعض بمكونات سهلة جدا بطريقة جد مبسطة بدون فرن بدون بيض ولا جيلاتين والنتيجة أكثر من رائع تابعوا الفيديو للأخير باشتعرفوا على المقادير وكذلك باقي مراحل التحضير وبسم الله على بركة الله أول خطوة سنقوم بها سنحضروا القالب اللي سنضعوا فيه هذا التشيز كيك اخترز إطار دائري القطر ديالو 20 سنتيم سنلبسوه جيدا بالبلاستيك الغذائي كي سهل لنا من بعد أننا نزولوا تشيز كيك بكل بساطة سنحتفظ به جانبا ثم سنحتاجوا لثلاث علب من بيسكوي الأوريو كل علبة كتوزن 57 جرام في المجموع عندي 170 جرام وهذه الكمية كانت كافية بنسبة لهذا القياس ديال القالب اللي استعملت من بعد غدي ناخدو هاد الحباس ديال البيسكوي غدي نزولوا لهم هديك الحشوة غدي نحتفظوا بها جانبا وهذه الحشوة غدي نستعملوها من بعد في الكريماء اللي غدي نحضروها ولي صراحة كتجي لديدة بزف بزف غدي نكمل بنفس طريقة حسا غدي نكمل هاد الكيمية كلها اللي عندي من بعد غدي ناخدو نيفراما وغدي نوضعو فيها حباس ديال البيسكوي وغدي نتحنوهم جيدا بنسبة الطريقة اللي غدي نتحنو بها فهي كسبة اختيارية ممكن تتحنو جيدا حتى كنت حصلو على مصحوق ديال البيسكوي اللي كيكون ناعم جدا أو ممكن تخليوها على شكل قطع اللي كتكون بحلة مجروشة أنا تحنطو على هاد الشكل ممكن تستعملو كذلك بلاستيك توضعو البيسكوي وسط بلاستيك وتضقو فقط غير بالمذلك أو لاي اذاة فقط غير باش نسهلو الوصفة من بعد غدي نوضع البيسكوي في إيناء وغدي نضيف ليه الزبدة دائبة من الأفضل تكون نوعية جيدة باش نتحنو على مطاق جيد وغدي نضيف ليه القليل من شوكولاتة السوداء اللي دوبتها مع ملعقة صغيرة ديال الزبدة استعملت فقط غير ستاة المربعة دير الشوكولاتة دوبتها مع ملعقة صغيرة ديال الزبدة نضيف الشوكولاتة للدهن بالنسبة للزبدة تقريبا نستعمل ثلاث ملاعق كبيرة لدوبتهم ضروري خاصة نتحصلوا على قوام البيسكوي اللي يكون أعلى هذا الشكل يعني سهل التشكيل من بعد نضعه في القاعدة القالب نضعه جيدا ونأخذ كأس ونضغط جيدا لكي يأخذ لي الشكل هذا الإطار سوف نضعه في تلاجة نجده يرتاح من بعد نحضر الكريمة هناك 400 ميلي لتر الكريمة السائلة نضيف لها ثلاث ملاعق كبيرة من سكر غلاسي أو لمسحوق السكر اللي ضروري خاصة نكونوا مغربلينه من قبل ونضرب جيدا هذا الخليط حتى نتحصل على كريمة مخفوقة على هذا الشكل الكريمة ممكن تستخدموها في الحال أو لممكن تحتفظو بها في تلاجة حتى كتتعقد لنا أكثر من بعد في كاثرول سوف نوضع 200 جرام الشوكولاتة السوداء معي وعادي البطبط 25 قطعة من الأفضل تستعملوا شوكولاتة ذات نوعية جيدة إذا بغيتوا الكريمة تجيكم لديدة بثاف سوف نحتفظ بهذه الشوكولاتة جانبا من بعد ما دوبناها في حمام مريم ثم في هنا آخر سوف نضيف الجبن أنا هنا اختارت هذا النوع دي الجبن وبطبيعة الحال ممكن تختاروا أي نوع كتفضلوه بنسبة الوزن دياله فهو 160 جرام سوف نضيف لي الحشوة ديت الأوريو اللي حتفظنا بها سابقا وغاد ينخفق جيدا هاد المكونات حتى كن دمجوا لي هاد العناصر كلهم مع بعض وكانت حصل على كريمة اللي كتكون متجانسة من بعد غاد ينضيفوا الكريمة اللي طربناها من قبل غاد ينضيفوها بالتدريج وغاد ينعود نخلط هاد المكونات جيدا حتى كنت حصلوا على قوام كريمة اللي كيكون متجانس مباشرة من بعد غاد ينضيفو الشوكولاتة اللي دوبناها هنا بالنسبة للشوكولات ضروري خاصنا نضيفوه وهو ما يكونش دافئ ما يكونش ساخن غاد نخليه حتى يبرد لنا قليلا ولكن في نفس الوقت ما يبردش لنا بزاف لانه غاد يصعاب لنا غاد يصعاب من بعد اننا ننتربوه كيف ما لاحطوا انا هنا ما استعملش الجيلاتين نهائيا لانني هاد التشيز كيك غاد نحتفظ به في المجمد إلا كنتو غاد يتحتفظ به في التلاجة غاد يتستعملو الجيلاتين ضروري تستعملوه لانه الكريمة غاد يتدوب وغاد يتضيفوه في الوقيت اللي غاد يتضيفو في هالشوكولات يعني الجيلاتين غاد يتدوبوه مع الشوكولات غاد يتضيفوه غاد ينطرب هاد المكاولنات جيدا مع بعض حتى نتحصل على الكريمة اللي كتكون متجانسة على هاد الشكل كيف ملحتوا القوام ديالها رسائل يعني هاد الكريمة ضروري كنحتفظو بها في المجمد مباشرة من بعد غاد ينوضعوها فوق طبقة البيسكويت غاد ينوزعها قليلا فقط ثم مباشرة غاد ينوضعوها في المجمد حتى يتمسكونا هات الطبقات جيدا مع بعض من الأفضل نخليو هاد شيز كيك ليلة كاملة إلى مكان شانتكم لو بقت خمسة حتى لسيت ساعات كيكونوا كافيين فقط غير باش كيتمسكونا هات الطبقات من بعد غاد ينزول البلاستيك الغدائي بكل سهولة وبالمساعدة ديالسيكين غاد ينزولو كذلك الجوانب باش كيسهل لنا أنا نزولو هاد الإطار او لممكن تدعو واحد الفوطة لي كتكون ساخنة في الجوانب ديال هاد الإطار باش كيتزول بكل سهولة من بعد غاد ينزين فقط بالورود من الكريمة المغفوقة وفي الجوانب غاد ينزينو كذلك بالبيسكويت غاد ينزينو الوسط كذلك بالبيسكويت لدقيناه او لا هرمشناه من قبل وتزين دائما كيبقى اختياري غاز ينزين بالقليل فقط من القرقاع والقليل فقط من الشوكولاتة اللي قطعتها قطع صغيرة على هات الشكل كيف ملاحتو الوصفة فهي سهلة جدا سهلة في التحضير مكونات ديالها بساط يعني ما كنحتاجوش مكونات لي هي كثيرة او لا الكريمة اللي غدي نحضرها بشي طريقة معقدة طريقة سهلة جدا والنتيجة كتجي اكثر من رائعة هاد شيزكي كيجي الديد بزاف الكريمة كتجي تهيال ديدة بزاف هادك المزيج ما بين الجبن وما بين الكريمة ما بين حشوة الأوريو اعتبر هاد الوصفة واحد مطاق اكثر من رائعة كانت منها ان الوصفة ديالت اليوم تنال اعجابكم جربوها خليوا لي ارأكم في التعليق وانطلقوا ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفة جديدة الى اللقاء اشتركوا في القناة